حملة دعائية سوداء تنظمها جهات اسرائيلية تمجد الاحتلال وتطعن بالفلسطينيين والادهى بان هذه الطعنة تأتي خلال الحملة الدعائية من اقرب الناس لفلسطين اولئك الذين يتشاركون مع الفلسطينيين بالعروبة يعني بطبيعة الحال اسرائيل منذ تأسيسها الى اليوم مضى عليها سبعين عام خلال هذه السبعين عام كانت تبحث عن الشرعية والوجود في المنطقة لذلك تعيش ما يسمى عقدة الشرعية لا يوجد لها شرعية لذلك تحاول اهام الاسرائيليين اهام العالم العربي ان هناك جزء كبير من الوطن العربي من العرب من المسلمين من غيرهم يدعم هذه الدولة ويدعم وجود هذه الدولة ولا يرى في وجود هذه الدولة ليس الامر كذلك فهؤلاء المشاركين في الحملة الدعائية الصهيونية ليسوا عربا هم حسابات مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اما اسرائيليين واما عملاء يهدفون لخلق فتنة عبر صفحات التواصل الاجتماعي او لخلق فضاء الالكتروني يدعو لتقبل دولة الاحتلال كدولة جوار في المنطقة متنسينا لعداء الاصيل بين العرب قاطبة والكيان الغاصب المحتل هذا عبر السنوات السبعين السابقة منذ احتلوا فلسطين وشردوا شعبها مردخاي او درع عندما يمتلكون مئات الالاف من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي يعتبرون ان ذلك شرعية ويقولون للمجتمع الاسرائيلي انظروا هؤلاء الفلسطينيين يدعمون وجودنا يدعمون شرعيتنا بالتالي انا اعتقد هي عقدة الشرعية والبحث عن الوجود والبحث عن المكان هو ما يدفع الاسرائيليين الى تزوير مثل هذه الحسابات وتمجيد الدولة العبرية لا يترك الاحتلال فرصة سانحة الا ويستغلها هو يوجه كبريات صفحات الخاصة بالناطقين باسمه وجيشه من المتحدثين بالعربية نحو خلق ارضية تظهر الاحتلال العنصري على انه مرتع الديمقراطية وصدر التقبل للجميع هي ايضا حملة موجهة لا تستهدف المتلقي وحده هي فقط تحاول خلق حيز لدولة الوجود التي نهبت ارض العرب فلسطين وتحويلها الى سراب له موقع على الشبكة العنكبوتية من فلسطين المحتلة حافظ ابو صبرة رؤيا